الاتحادي الدولي لكرة قدم فيه فاقطار هدف محمد هاني في مرمى مونتيري وهدف عمر السلائف في مرمى الهلال ضمن أفضل خمس أهداف بطولة كأس العالم الأندية لقيمة مؤخرا في الإمارات وفاز الأقل فيها بالمدالية البرونزي الأهداف لترتيب الأهداف الخمسة ماتيوس بريرا لعب الهلال السعودي في شباك الجزيرة وعبدالله ديابي لعب الجزيرة الإماراتي في شباك بيري بطل تهيتي وعمر السلية في شباك الهلال السعودي ودودو لعب الميرس في شباك النادي الأهلي وهدف محمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي دول الأهداف اللي اختروا من اتحاد الدولي أنه يبقوا موجودين كأفضل خمس أهداف في هذه البطولة